التعداد وثيقة مهمة وقاعدة بيانات يجب أن تكون بيد السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية والسوداني قد أوفى بوعده أنه سيجري هذا التعداد لكن تعتقد أن التعداد السكاني سيكون بعيداً عن البصمات السياسية؟ مساء الخير سيد نجم لك وللضيف الكريم ولمشاهدي القناة الأفاضل حياك الله صراحة أنا أحيي الحكومة وإعلامها في أنه نجح في أن يوهم العراقيين أن قضية التعداد قضية مهمة وراح تسوي تنمية وراح تسوي قواعد بيانات جديدة وإنتوا راح تستفيدون واللي ما يشارك راح يجي يصير هم نجحوا في خداع المجتمع هذه الفقرة الساد نجم هي فقرة زائدة وغير حقيقية ولن تكون لها أي نتائج هذه الفقرة فقرة التعداد العام شأنها شأن قضية الجسور وفك الاختناقات ومشروع زراعة عشر مليون شجرة ومشروع داري اللي أطلق الكاظمي كلها هذه مبادرات وهمية في الحقيقة لن تكون لها أي نتائج على أرض الواقع الأسباب الأسباب أولا أن العراق يمتلك قاعدتي بيانات رصينة وموثوقة أكثر من التعداد الذي ستجريه الحكومة أولا أنت عندك وزارة الداخلية البطاقة الموحدة أحصد ما مجموعة واحد وأربعين مليون بطاقة لمواطن عراقي إذا نريد نفترض أن حزم المتسربين العراقيين اللي ما عنده بطاقة موحدة يعني واحد بالمية واحد ونص بالمية لكن أكثر من تسعة وتسعين بالمية من العراقيين في الداخل وفي الخارج عندهم بطاقة موحدة وهذه البطاقة الموحدة يعني أهالي البصرة عندهم والسماوة وصلاح الدين وأربيل ودوك كلهم عندهم فأنت عمليا تعرف عدد سكان البصرة وتعرف عدد سكان الكوت وبغداد والأنبار بنسب متفاوتة هذه هي القاعدة الأرصن في الدولة العراقية إذا قلنا لا إحنا عدنا الواحد ونص واحد بالمية وهو خلينا نرجع إلى بيانات وزارة التجارة اللي غطت كل المواطنين العراقيين من الطفل اللي عمره يوم واحد إلى اللي عمره مئة سنة فأنت عمليا الدولة العراقية لا تحتاج إلى تعداد سكاني لأقاعدة البيانات موجودة يا أستاذ محمد شكرا